طيب أبدأ مع حضراتكم بسيمبا بعد ما باركت الأبطالنا فوزهم ببطولة السوبر مباراة نتيجة 64 ل60 على حساب نادي الزمالك وتوجي نادي الأهلي بالسوبر المصري أروح لمباراة سيمبا وسيمبا فيها كلام كتير النهاردة هيكون ضفنا في الفقرة يعني في الانتربيو هيكون معنا واحد من الكبات الكبار كابتل فتح نصير هتكلم معه في التفاصيل الفنية بشكل كبير وخصوصا أنك ما عندك شوقت هم بالزبط 48 ساعة وتبتقي تحضر لمباراة العودة يوم الثلاث اللي جاي لكن طبعا أطمنكم الأول بعصة وصلت النهاردة الصبح بعد رحلتها لتنزانيا والنهاردة ميسر كولر قرر أن يكون راحة يعني حابب يرايح اللعبة بعد مجهود أنت سافرت في خلال تقريبا 72 ساعة رحلتين طوال اتمرنت تمرينة كمان في تنزانيا والعادة الثاني يوم ماتش فالرجل قرر أنه النهاردة يكون راحة للفريق ومن بكرة يبدأ استعداداته لماتش سيمبا لكن التسعين دي هم برحل حقيقة على قد ما كانت مبشرة جدا في شوطها الأول على قد ورغم حط بن قسين كده أنه الأهل يحاق نتيجة إجابات جيدة جدا هي الأولى من نوحها في ماتشاته مع سيمبا التنزاني لكن في النهاية المباراة كانت في المتناول صحيح النتيجة الإجاباتي خلتك تحط رجل في دور الأربعة وتقرب بشكل كبير لأنه الفرص للأهل هنا على ملعبه وسط جمهوره في مباراة التلاتة اللي جاي بالتأكيد خلينا نتفق أنها أفضل بكتير من فرص سيمبا وبالتالي الأهل هو الأقرب للتأهل لكن اللي بيدايق أنك ممكن جدا 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 تيجي القاهرة وانت متأهل بالفعل اللي حصل في الشوط الأول سميه زي ما تسميه لكنه في النهاية نتيجته كانت غير مرضية واللي أكد على ده بدايات الشوط التاني اللي الأهل يستقبل فيها هدفين في أهل يمكن من 3 أو 4 دقايق وكأن الفريق اللي كان موجود على أرض الملعب في الشوط الأول منزلش الأرض الملعب للشوط التاني الحالة اللي حصلت دي درس مهم جدا عن رغم من إن شاء الله بإذن الله قادرون على التأهل بأريحية كبيرة في مباراة التلاتة اللي جاي لكنه برضو نرجع ونقول واحد من الدروس المستفادة اللي يهمنا أنه ما يتكررش في موسم صعب سيمبا بداية المشوار واللي جاي في دوري الأفريقي أو اللي جاي في دور قبل النهائي غالبا غالبا هيكون سانداونز وبالتأكيد هو أصعب من سيمبا واللي رايح لللي بعد كده ممكن يبقى وداد أو ترجي والاحتمال الأكبر أنه يكون وداد وبالتالي هيكون أصعب وأصعب فعشان كده الدروس دي بتبقى مهمة جدا على مستوى المكاسب بشوفك عندنا مكاسب كتير نمرة واحد كريم الدبيس كريم يمبارح الحقيقة أكد أنه رهان مارسل كولر على كريم الدبيس في بداية الموسم رهان كاسبان الولد الحقيقة قد مباراة ومن موجة نظري يعني المتوضع ممكن أختاره نجم المباراة وأنا مرتاح جد ولد في ظروف صعبة جدا خد بالك نمرة واحد بيلعب مكان نجم كبير جدا جدا والجماهير غصب عنها أنت غصب عنك أي حد يلعب في الحتة دي لازم هتقارنوا بعلي معلول ففي هنا ضغط نفسي كبير جدا اتنين الولد سنه صغير يعني مستوى النطج مستوى الخبرات قصة أنه يتعامل مع الضغوط دي في مباراة مهمة جدا وهو عارف أنه الجماهير مستنية منه يبقى نسخة من علي معلول أكيد بتأثر بشكل كبير لكن الولد الحقيقة بيلعب بقى ريحية وكأنه بيلعب مع الفرس تيم بقى له كتير قدراته البدنية ما شاء الله كويسة جدا التزامه في الملعب الأدوار المتحدده له في ناحية الشمال كويسة جدا اسهماته هجوما ودفاعا كويسة جدا فالحقيقة أنا بشوف دبيس واحد من أهم نجوم مباراة سين بمباراة المكسب الثاني هو رضا سلين لأنه رضا جاي من بعيد وأنا كنت متوقع أو قاري يعني زي الناس كتير أنه الأقرب في المباراة دي هو الشحات الشحات كان فائق جدا للفترة الأخيرة بداية موسم السنة دي تعتبر امتداد للموسم الأخير فائق محدش صعب قوي أنك أنت تقعد حسين الشحات في مباراة زي مباراة سين با وخصوصا كمان أنه أفريقيا الشحات مؤثر جدا مع الأهلي يعني ممكن تلاقي الشحات في مطشاط الأهم على مستوى الأهلي في الموسم الأخير في مطشاط كتير يعني مش كل المطشاط لكن في مطشاط كتير هو نجم المباراة دايما بيصنع الفرق لكن فكرة أنك أنت تراهن على رضا وهو جاي من بعيد شوية واخد جزء من مباراة قبل كده لكن مطش صعبة زي مطش سين با لا الحقيقة كان برضو رهان كاسبان من مارسل كولر ورضا مباراة الحقيقة قدم أو مش هقول قدم بقى لأنه هو قدم قبل كده لكن أكد على قدراته وعلى أنه لعيب كبير جدا ويكفي طبعا أنه هو دخل التاريخ من أوسع أبوابه لأنه اسم رضا سليم تسجل في المباراة دي على طبعا الهدف بتاعه تحديدا أنه أول هدف في تاريخ البطولة الجديدة أو الهدف في تاريخ بطولة الدولة الأفريقي اللي هتسجل لسنين طبعا طويلة جاية هيكون للمغربي رضا سليم لكن بألوان وقميص أو بتيشرت النادي الأهل